موسيقى 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 السرطان تدي هو مشكل مهم بزاف اللي خصو يعرفوه المواطنين يعني خصونا عرفوا بأن اليوم في المغرب اللي حتى عالميا هو أول سرطان عند المرأة الإحصائية تقول بأن مرأة في السعود ديال النساء أي تقريبا 11% للنساء عاجيهم هذا الورم الخبيث اللي هو سرطان تدي ما هو سرطان تدي هو واحد الخلايا سرطانية اللي كتتطور وكتعطي واحد الورم واللي تنعرفو اليوم على سرطان تدي هو باش يوصل الورم باش يوصل الورم مشخص سريريا يوصل سنتيم او اكتر سنتيمات او اكتر وهذا ربما بعد المرأة يطلب عشره حتى الخمستاش لسانه هذا اليوم كتير ديال الأبحاث تتمشي في نطاق ديبيستاش بخيكوس او التشخيص المبكير هو سرطان كي يجي على النساء تتزايد مع تزايد السن عند المرأة ولكن اليوم تنشوفوا حالات حتى بالنسبة للنساء اللي مازالين صغيرات ربما حتى الخمسة وعشرين او ثلاثين سانه ولكن اغلب الحالات تجي من بعد خمسة وعشرين او لخمسين سانه وخصوصا من بعد السين لها ثبيبك يشخص هذا الورم الي في الساعات نعرفه تنحده الحجم ديالو يعني الحجم تعطينا واحد نظرة مهمة على الستاد ديال هاد المراد الورم الخبيث ومن ثم تيبدو لزايدات كينا تتسمى الماموغرافي الماموغرافي هو واحد تشخيص راديولوجي كي يدير ايدان في واحد الفترة معينة من الدورة الشهرية و تيورينا واحد الورم واحد الاماج تتسمى بحال اينا تكون تتسمى بحالش دي ميكروكالسيفيكاشون البعض المراد كان يكملوا العيلة التشخيص بالفحص بالصادا و في بعض الحالات نادرة كان قدروا مصلحة تشخيص المغناطيسي او الاريزونانس مانياتيك اللي مجري باريزونانس مانياتيك ماي خسنا نعرفه بان دون توليك في هذه الحالات التشخيص ما تيقدر يكون محدد ولا مؤكد إلا غير المخدينة واحد العين تتسمى البيوبسي هذا البيوبسي تتقدر تكون سوى ميكس كونا نسمى ميكروبيوبسي كان نمشي بواحد الماموطن تنمشي بواحد تشخيص اللي هو متطور او عن طريق الفحص بالسادام اللي تيكون الورام واضح تحت الجلد ديال المرأة تنمشي كونا نقدرون اخدو عينة و في بعض الحالات منك يكون تشخيص الماموغراثية تتعطينا ممشي بواحدة تنمشي بواحدة والتشخيص في الساعة والحين تسمى أنكزاماكستامبوغاني. وعلى حساب الامبلاسمان في جاء هذا الورام والحجم ديالو تنحدو العلاج وماذا العلاج كي يقدر يكون جراحي من الأول. وهنا في أغلب الحياة اليوم تنعرف بأن استئصال تكون غديوتي قل نسبة ديالو تتقل لأن اليوم كثير من 20 في المئات الحالات التي كانت اضطروا أننا كنحيدو ولا كنستطل السلود تدي في حالات اليوم أسي غاغ ولا ناديرا في أغلب الحياة يكون شخص مبكر ستكون العلاج جراحي ماشي تقيل بزاف وحتى النتائج التجميلية والرزولتات استيتيكة يكون مزيان اليوم كما نسمى الزونكو بلاستي هم عمليات تنظرهم اللي كي خليوا الجمالية ديال تدي لأننا سنعرفوا بأن تدي عندو واحد الامباكت سعلافيني تاع الأونوت ديال المرأة اللي هو مهم كي نوعد بعض الكريتير اللي كتخلينا أننا نحدو العلاج تكميلي اللي من بعد الجراحة اللي كي قدر يكون إما هو الأشعة اللي كتخلي أنك تنقص من ما باش يرجع الورام لغيسيديف لوكال ولا لوكوريجيونال وايضا الشيميو تيرابي اللي هو المواد الكيموية اللي أيضا تحدد بعد هذا الكريتير والفاكتور قونوستيك أو بعد الحالات تنظروا علاج هرموني تسمى الورمونو تيرابي اللي المرأة تأخذها مدة 1-5 سنوات عندما يكمل هذا العلاج بصفة عامة خاصة المرأة تتعالجوا مدة 1-6 شهر تكون واحد المراقبة المراقبة تكون مديرها بالطبيب الجراح الاختصاصي لأمراض النساء وأيضا معه الراديولونكولوج والوشيميو تيرابيوت المرأة تتمشي عند الطبيب كلها 3 شهر السنة الأولى ومن بعد كلها 6 شهر السنة الثانية ينفوك يدوزوا جوز سنوات المراقبة تقدر تمشي لعند الطبيب ديالها أو لعند طقم الطبيب ديالها كل سنة بصفة طويلة ربما يخصت تفوت عشر السنوات إذا كانت واحد الرسالة اللي ينقدرون نوصله للنساء وهو كل ما كان تشخيص مبكير واليوم كان يمكن أن نديروا تشخيص المبكير لهذا الورم كل ما كان العلاج واليوم راتنا وصلوا تقريبا في بعض الحالات المياه في المياه العلاج لهذا المرأة الواخين اشتركوا في القناة